حزمة أوروبية رابعة من العقوبات يفردها الاتحاد الأوروبي على من يقول إنهم مسؤولون عن قمع المتظاهرين في إيران ويساعدون في استخدام العنف المفرط ضدهم وعدد هؤلاء في الحزمة الرابعة 37 شخصا ومؤسسة أو هيئة إيرانية لكن الاتحاد يكتفي بهذا ولا يأخذ الخطوة الأقوى وهي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية بسبب ما وصفه بعرقيلة قانونية وإجرائية نناقش العقوبات الجديدة على إيران بالتماشي مع الإطار القانوني لحقوق الإنسان لكن فيما يتعلق بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية فأكرر أنه يجب إدانتهم قضائيا في واحدة من دول الاتحاد الأوروبي أولا ورغم أن أوكرانيا والسبل دعمها سياسيا وعسكريا واقتصاديا تصدرت جدول محادثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في هذا الاجتماع لكن إيران كان لها نصيب مهم من المناقشات في ظل ما سمته الرئاسة السويدية للاتحاد استمرار استخدام الوحشية والعنف المفرط ضد المتظاهرين ندعم العقوبات ضد المسؤولين عن دعم ارتكاب الفضائع ضد المتظاهرين في إيران الوحشية التي استخدمتها قوات الأمل ووزارة الداخلية ضدهم لا يمكن تبريرها وقد ذكرت هذا أكثر من مرة بصفة وزيرا لخارجية السويد واليوم أقوله باعتبار أن السويد تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وأنا كثيرون أن الاتحاد رغم إصراره على توجيه رسالة قوية إلى تهران فهو في الوقت نفسه يرغب في إبقاء بعض الجسور معها على أمل استئناف المحادثات النووية في وقت قريب رغم توقفها منذ نحو ستة أشهر ورغم ذلك فجهات عديدة بينها البرلمان الأوروبي نفسه تطالب الاتحاد باتخاذ مواقف أكثر حسما حيال إيران مع توجيه رسائل أكثر قوة وأكثر تأثيرا وربما سيكون ذلك محورا لمناقشات الزعماء الأوروبيين خلال اجتماعهم هنا الشهر المقبل أشف سعدس كينيوز عربية بروكسيل